مشاهدين التاسعة صباحاً ووعدنا مع مجاز الأهم الأنباء مع دينا شرف اتفضل يا دينا شكراً لك جمانة التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جنينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية بمنطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سيل العمل بعدد من المشروعات القومية وصارح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي حرصاً على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف جدوم أثناء مرورها وهنأهم الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم كما استفسر عن أحوالهم المعيشية واستمع لمطالبهم واستجاب الرئيس السيسي لطلبات إحدى المواطنات وأمر بنقليها الفوري لطلق الرعاية الطبية في مجمع جلاء الطبية للقوات المسلحة أكد وزير الخارجية سامح شكري أن تأثيرات تغير المناخ تحدث بالفعل في الوقت الراهن متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة بمعدل أكثر سرعة من المتوقع وخلال كلمته أمام جمعية منظمة دول شرق الكريبي أوضح شكري أن تغير المناخ تسبب في أحداث أضرار كبيرة وخسائر متزايدة لا يمكن تعويضها في المياه العذبة والنظم البيئية البحرية السحلية والمفتوحة للمحيطات أعلنت وزيرة الثقافة إناس عبدالدين تدشين الدفع الثالثة لمشروع إبدأ حلمك هذا وسلمت وزيرة الثقافة شهادات تخرج الدفع الثانية من مرحلة الثانية لمشروع إبدأ حلمك بوقع 51 متدرباً التي نظمتها للهيئة العامة لقثور الثقافة وأكدت إناس عبدالدين أن تخريج الدفعات السابقة من المشروع بالمحافظات يجسد مواصلة جهود تنفيذ استراتيجية الدولة لاكتشاف النابغين والموهبين بما يساهم في بناء الشخصية وتعزيز قيم الانتماء أشهد السفير المصري في رومانيا مؤيد الضلع بالجهود الإغاثية المشرفة التي بذلها الفريق المصري بجمعية الهلال الأحمر المصري على الحدود الرومانية جاء ذلك خلال استقبال كل من مدير إدارة الصحة بجمعية الهلال الأحمر المصري محمود ثروت ومشرف غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري ومسؤول الإغاثة الدولية مصطفى رفعت وذلك قبيل مغادرتهما بخارست إلى أرض الوطن بعد مشاركة الفريق المصري في الجهود الإغاثية على الحدود الرومانية وثمن السفير مؤيد الضلع جهود الفريق المصري وكونه أول فريق عربي يشارك بهذا الشكل وهذا النشاط في الجهود الإغاثية عند المعابر الحدودية بين أوكرانيا ورومانيا أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها فقدت الوصول إلى بحر أزوف مؤقتا بعد أحكام القوات الروسية قبضتها على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر وأوضحت الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية نجحت في السيطرة على المنطقة عمليات دونتسيكا كانت روسيا قد أعلنت أن قوتها تشدد الخناقة حول ماريوبول التي لقحقت أضرار بنحو 80% من مناذلها وربما لا يزال نحو ألف شخص محاصرين في ملاجئ مؤقتة ضع الرئيس الأوكرانية فلودامير زيلانيسكي إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو وقال الرئيس الأوكراني أن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأدرى الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها خلال العملية العسكرية في أوكرانيا مشيرا إلى أن الوقت حال لعقد اقتماع وإجراء حديث مع موسكو أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش ما وصفها بتحركات الصين للإنحياز إلى روسيا خلال اجتماعات مع الحلفاء في بروكسل الخميسة المقبل وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان ساكي أن الولايات المتحدة سوف تراقب عن كثب إجراءات الرئيس الصيني شي جين بينجيب بالشأن تطورات الوضع في أوكرانيا مشيرة إلى أن المكالمة التي أجراها الرئيس جو بايدن مع نظيره الصيني لم تهدئ مخاوف الولايات المتحدة من أن الصين قد تكون على استعداد لتقديم دعم عسكري أو مالي لروسيا أعلنت الأمم المتحدة وصول أول قافلة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة صومي شمال شرقي أوكرانيا وقالت الأمم المتحدة أن المساعدات الأساسية تشمل 130 طن من الإمدادات الطبية والمياه المعبئة والوجبات الجاهدة والأغذية المعلبة التي ستساعد بشكل مباشر حوالي 35 ألف شخص ومشيرة إلى أن القافلة احتوت على معدات لإصلاح أنظمة المياه لمساعدة 50 ألف شخص نهاية مجزء التاسعة فاصل وعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر